السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو واذا ما كنتم اشترك فقناة اشترك فقناة وفعل زر الجنس اليوم اجاب لكم اربع طرق مختلفة وحملية للتكبير كيبورد الايفون لوحة المفاتيح مثل ما تشوفون لوحة المفاتيح اذا تفتح لوحة المفاتيح مثلا انت في الواتساب في برنامج تواصل اجتماعي مثل فيسبوك في اي مكان تفتح الكيبورد محرك البحث بتكتب شيء الكيبورد الحروف صغيرة او يعني ما تقدر تشوف زين ايونك ضعيفة فانت تريد تكبر الكيبورد راح بعطيك اربع طرق مختلفة لتكبير الكيبورد اوكي اول شي اشترك في القناة واشوف الفيديوهات القديمة كلها مفيدة وبس نروح للشرح ملاحظة يا شباب هناك تسع طرق اخرى لتكبير الكيبورد غير اللي بالفيديو اذا ما تريد تفاصيل اكثر ادخل في الرابط اللي موجود في الوصف الفيديو اوكي يا شباب نروح للشرح الطريقة الاول لتكبير الكيبورد مثل ما تشوفون لاحظوا الكيبورد صغير اوكي كيف نكبرها الطريقة الاول رقم واحد اوكي تروح للعدادات بعد ما تروح للعدادات انزل 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 لتحت اضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفون هذا الخيار بعد ما تضغط على هذا الخيار انزل لاخر شي بتحصل هذا الخيار اضغط عليها بعد ما تضغط عليها اني بتحصل هذا الخيار اضغط على هذا لورك يعني التكبير الخط اضغط عليها بعد ما تضغط عليها اضغط على كلمة دون بعد ما تضغط على دون بيعطيك هذا الخيار اضغط عليها خلاص بهذا الطريقة رح يسوي لك ريس برينج سريء اوكي الحين رح نشوف الفرق نفتح الكيبورد مثل ما تشوفون تم تكبيرها 360 درجة كان صغيرة شوفو تم تكبيرها هذا هو الطريقة الاول لتكبير الكيبورد اوكي نروح للطريقة الثانية اوكي يا شباب الطريقة الثانية لتكبير الخط الكيبورد هو عن طريق تفعيل الميزة اللي رح يخلي الخط الحروف متينة يعني الناس من شوفون الحين هذا هو ضعيف يعني الخط ضعيف كيف نخلي متين الطريقة الثانية لتكبير الخط روح للعدادات اوكي نرجع للخلف نروح للعدادات ننزل ننزل لتحت بتحصل هنا هذا الخيار شوفو هذا الخيار اضغط عليها بعد ما تضغط عليها انزل اختار هذا الخيار هذا الخيار اوكي الحين بتحصل هنا هذا يعني تجعل الخط متين اضغط فعل هذا الخيار بعد ما تفعل هذا الخيار خلاص الحين لاحظوا الخط لاحظوا الخط كيف متين شوفو شوفو تم تكبير الخطوط الحروف بشكل عميق هذا هو الطريقة الثانية نروح للطريقة الثالثة اوكي يا شباب الطريقة الثالثة لتكبير الحروف الكيبورد هو اختيار حروف كبيرة باللغة الانجليزية في الكيبورد يعني راح يظهر الكيبورد بالحروف الكبيرة اللغة الانجليزية بالتالي انك راح يكبر الخط الحروف في الكيبورد كيف تروح للعدادات بعد ما تروح للعدادات اضغط على هذا الخيار اوكي الحين انزل اختار الكيبورد قيار الكيبورد الحين بتحصل هذا الخيار مفعل الغي تفعيل هذا الخيار خلاص بعد ما تلغي تفعيل هذا الخيار دائما بتحصل الحروف كبيرة حروف اللغة الانجليزية كبيرة يعني مش الصغيرة اوكي بهذا الشكل اوكي الطريقة نروح للطريقة الرابعة والاخيرة اوكي يا شباب الطريقة الرابعة للتكبير الكيبورد هو عن طريق تحويل الكيبورد الى كيبورد افقي كيف انك تروح تفتح لوحة التحكم تفعل خيار تلغي تفعيل هذا الخيار بعد ما تلغي تفعيل هذا الخيار تروح للمثلا واتساب اي مكان تفتح الكيبورد الحين تتقلب تتسوي بهذا الطريقة خلاص يعني تفتح الكيبورد في وضع لاقف الفقي فبالتالي راح يكون الحروف الكيبورد كبيرة لحجم وبس هذا هو اربع طرق مختلفة لتكبير الخطوط والكيبورد والحروف كيبورد بطريقة جدا سهل اذا عجبك المقطع اضغط لاك الفيديو اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجلس بس هذا هو المقطع مع السلام